اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بفضل الدعم اللامتناهي من قبل الاليف ومن قبل متحف اللوف في سد احتياجات وتطالبات العمل من تمويل ودعم لتجهيز ما نحتاجه من الالات ومعدات لسيطرة على العمل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في قناة اشتركوا في القناة اشتركوا في مكان اشتركوا في القناة هب الأرخ via كنت ستركوا في القناة يترك في مدرسة. المنزل في هذا المنزل، لن ترمز في مدرسة مدرسة. لا نستطيع أن نساء مدرسة إلى هذا لأنه يمكن أن تكون مدرسة. أنا أحب هذا المعبير. هناك مجمع جداً في المحاولة في التحليل من المحاولة التي يتحدث في هذه المحاولة لأنه يتحدث في مدرسة. فهي يتحدث في مدرسة. نشخص من خضر نفسينا أنها مدينة ا نعم نشخص من خلال؟ على هذه العملية لأ vitesse aba Christiel وجدينا 네 شئصل على عرض وغير من أجعل ضرن قبل نحرك ذ 걸 cancell إنها أعطاً يمكنها أن تساكروها حسناً نحن نحاول أنها ستماعى حقيقة يعني وصلنا للمرحلة أنه سنتر التفجير هي هاي النقطة اللي تكون دائماً قطع صغيرة تقريباً وصلنا ألف قطعة إحنا مجمعيها بمنصة العرش وبعد تقريباً وصلنا ما يقارب 80% منها يعني ممكن نعبر 1500-1600 قطعة يعني تجا إيام ألقي قطعة تجا إيام ما لقي أي قطعة تجا إيام ألقي عشر عشرين قطعة بنفس الوقت فالعمل مستمر واحنا دو نشتغل القطع أنا اللي يعني اللي مفرحني أنه أكو قطع يعني ماكو نقص إن شاء الله يعني أكو قطع لكن تحتاج وقت أنه هاي النقطة اللي يمكن أن تحصل إلى مجموعات قطعة يمكن أن تحصل إلى مجموعات قطعة التهاب الأولمة لم يكن لن ن彈خ الأسجار annéeًا لن يمكن أن نجد المبق على سعيد من خريصا وخريصا يجب علي بلا سكوكه إستطا إلى مجمع 證ام هاي النقطة التحدة رائعاً أماماً أماماً موسيقى أماماً أماماً سنوات في المغادرة في مكان لا يستطيع النوات المستوى ومع ومع ذلك يتموز من الوصول الى المستوى انا أحاول بخيبة هذه الأعمال هي تحديثي أنا متحمس لهذا العمل كوني أؤمن أنه قضية داعش هي صفحة سودوية في قبالها هناك صفحة مشرقة وهي متمثلة بالأعمال التي يقوم بها الفريق العراقي إضافة للفريق الفرنسي هذا يخلي بداخلنا حماس أنه ننجز هاي المهمة وبصورة جميلة حتى نثبت للعالم أننا نستطيع أن نعيد أننا نستطيع أن نضوي صفحة ونبدأ صفحة جديدة ملوها النجاحات والتفوء أنه إحنا نرجعها وكيد هاي إحنا بصمة كلتنا هذا الفريق إلى بصمة بإعادة هاي الترميم هاي القطاع وإن شاء الله إعادة افتتاح هذا المتحف ترجمة نانسي قنقر